الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيراً بإذن الله لما نعيسى أول حاجة كلمة أخلق في المعنى اللغوي يعني أصور وأهيي أرجع لأي كتاب تفسير أو معجم معجم اللغة لغة يعني أهيي وأقدر وأصور بهذه المعاني المتقاربة أني أخلق لكم من الطين عيسى عليه السلام لما قال أخلق من الطين ما قال طيراً بس درد أسمع الحيثة دي ما قال طيراً قال كهيئة الطير والكاف دي للتشبيه يعني ما بأخلق طير بأخلق حاجة بتشبه الطير وأخلق دي معناها شنو قلنا؟ أصور حاجة من الطين الطين دا عملوا كده صوروا صوروا يعني عمل شكل بيشبه الطير بيشبه الطير بيشبه الطير يبقى طير بيشبه الطير طير يا جماعة؟ ما طير حس يقول لك أنت بتشبه عمر داً معنات أنت عمر؟ ما عمر قال والله حيثتكم دي بتشبه حيثتنا هناك معنات دي هناك؟ هي قاعدة هنا ما هناك؟ هي ما هي صحة لما صحة كهي أطي الطير معنات ما طير دا لما نعمل عيسى لكن لما قال بإذن الله قال شنو؟ فيكون طيراً عديل دا بإذن الله دا حق ربنا شكذا العلماء قالوا حتى العمل عيسى كهي أطي الطير بانفخ لأنه دا السبب ربنا أو حلو قال لي سويو قال لي انفخ ربنا بعدك يجعلوا طير حقيقي فيكون طيراً يعني حقيقياً دا بإذن الله ما بيبقى حقيقي إلا بإذن الله لكن صنع سايش شكل من الطير صنعه لكن دي ما طير دي كهيئة الطير تشبه الطير بس لما بيقى الطير حقيقية دا هو بإذن الله يبقى عيسى ما خلق أصلاً حتى دي ذاته بتبقى طير بإذن الله دي ذاته السلف قالوا كما نقل البغوي كانت تطير فإذا غابت عن أعين الناس تقع وتصير تراباً راجع تفسير القرطمي تقع وتصير تراباً قالوا ليميز الله بين خلقه وبين ما صنع المخلوق بس دا دا الموضوع كله ثم لو فرضنا إن الأنبياء بيخلق عديل زي ربنا فرضاً الآيات ربنا بدأ قال ورسولاً مش كده إلى بني صليل مش كده طيب دا البقى رسول منو شيخ الطريقة دا البقى نبي منو إذا كان الأنبياء بيخلقه إذا كان بيخلقه عديل خلق مثلاً عديل وده ما ما فيه طبعاً إلا لله لكن من باب المناظرة والمجادلة إذا فرضنا إنه الأنبياء بيخلقه فيكون هذا خاصاً بمنها جماعة والأنبياء والرسول ما ممكن زول جي شيخ طريقة دلوك ساكت لأنبي لنا ساوين وأقمي شيء وعواليك وقاعد يقول لك الرسول كان بيخلق أنا فأخلق أنت رسول لأنه لو قاس على معجزات الأنبياء للازمه أن يأتي بقرآن مثل ما أنزل الله لأن القرآن معجزة ولا ما معجزة شوف أي زول شيخ طريقة يقول لك نعنى ذاتنا عندنا معجزات معناتنا يقول لي بس الدينة واحدة بس ما دارين الباقي المعجزات واحدة بس قرآن صحيح ولا ما صحيح قرآن معجزة معجزة فلو كان ما بفرق بين النبي والولي ده بيجيب معجزة وده بيجيب معجزة معناته برضو دل بكتر يجيب قرآن يعني قرآن معجزة وأعظم معجزة فبهذا وغيره يحجه ما عندهم حاجة أصلا النازل وربنا سبحانه وتعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق وربنا سبحانه وتعالى قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا نافية شيئا نكرة جاءت في صياغ النافية والنكرة في صياغ النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم فالله قال لا يخلقون شيئا كقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعون وربنا قال وهم يخلقون وبعد ذلك الآية البعدية طوالي أموات غير أحياء وما يشعرون أيانه يبعثون يخلق كيف قال تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا قرآن واضح وآيات كثيرة جدا بهذا المعنى الله قال لهم ضبانا وبتخلقوه ولو اجتمعت كلكم يجي واحد يقول أنا بخلق زي عيسى عليه الصلاة والسلام اشتركوا في القناة